اشتركوا في القناة مو بالضرورة يكون الرائد او العمود لهذا الفن هو معروف لدى العامة لكن الناس اللي يعرفونه من داخل الفن و الناس اللي يعرفونه من خارج الفن ها و متأثرين بي بعد و ينعجبونه بكتاباته هاي بصورة عامة نجي بصورة خاصة شاعرنا لهذا اليوم لحلقة هذا اليوم غالبا ما الشعراء يسمعوهم الناس الاعتيادية لكن هذه الشاعر يعني حالة خاصة شلون الناس اللي يسمعون قصيدة اولهم الشعراء و كأنما ينتظرون جريده شنو اللي ينزله شنو اللي يكتبه مؤمن جدا بالقصيدة الشعبية مؤمن جدا بالأدب الشعبي أنه من الممكن يغير من حال إلى حال آخر أنا شخصيا سعيد اليوم أقدم هاي الحلقة لأنه شاعر قامة شعرية كبيرة و قامة أخلاقية و أدبية و ثقافية خلونا نرحب بالكبير و الأستاذ لطيف العامري أهلا وسهلا بي للعام بمروة أهلا وسهلا بي أهلا وسهلا بي و شكرا لهذه الدعوة و شكرا لقناة الأيام شكرا لحضرتك ل هذه الدعوة شاء الله طيب الله يعزه نحن نرجو المعدرة لأنه أعرف الوعكة الصحية و الطريق لربما متعب أيو الله لكن حبنا و شغفنا و حب الناس لحضرتك يعني خلاننا نلحب هذا الوقت نتحملها لخاطرك يرحم والديك يرحم والديك نسأل في البداية شلون هالصحة لا لا زيانة 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 عدت الوعكة عدت عدت الجالطة عدت الحمد لله و الشكر الحمد ما يمرك غير الخير إن شاء الله الله يعزه بشنو فكرت بهاي الأتنامها الوعكة الصحية فكرت بالموت الله يبعدك يخوف الموت لا ما يخوف لا شنو يعني هو غالبا ما أنه الناس يتخاف يعني أنا للطرفة نعم أخوي مهندس والدكتور اثنين هم يحشون انجليزي اي فحشو يمي انجليزي اي قلت له تأميم لا دعو اخروحك خابر الدفان خلي يحبر قبر وفي المال بعد علي من يميت ميت كفرحة بصد هو تموت نتيجة نهاية تموت عمرك طويل إن شاء الله عمرك طويل الله يعزم من اللي اللي يتأثر بالواحكة الصحية اللي مرت على بموت الشعراء كلهم تأثرة كلهم جوني وكلهم تأثرة حقيقة لطيف العمري مروا عليه أربع أجيال وكل الأجيال اللي مرت يحبونه بمروه شنو السبب قريب منه قريب منه أنا قريب من الكل قريب من الشياب ويا الشياب شايد ويا الشباب شاب هذا السبب الحقيقي يعني زين هي ممكن تكون رسالة للبعض ممكن أنه التعالي مسألة غير لطيفة والله أنا أجيت للشعر نعم لقيت البعض البعض مني قاعد بالقهوة يخلي جنتها بصفة أنت أهم له يم الجنطة لا تقاعد وهي جنطة فارغة ما بيها بالمناسبة يعني كل ما بيها دعاية دعاية جريدة فما يحترمون الشباب هاي عانينا من عندها احنا من تشلنا شباب اها ما ردتها تتكرر من كبر لا تقربنا منه شباب أحباي يعني أصدقائي رغم فارق العمر لا ما أكو ألغي فارق العمر أعيش وهم شاب كل الشباب الشعراء يحبوا اللطيف العامري برأيك أروح خضرة لو قصيت تخضر لو أثين هن أروح خضرة أسأل قصيدة ما قيمها أنا قصيدة هم يقيمونها أنتم تقيمونها بس أروح خضرة أروح خضرة ما مر هالذبول خلال هاي السنين لا لا لطيف العامري منتج منتج هاي الثلاثين الثلاثين سنة لذيذة لو متعذة لا لذيذة تعبها لذيذ لو رجع بيك الزمن الثلاثين تكتب شعر ايه خليل خلو خليل الشعر خليل ايه يا موسم من المواسم لطيف العامري مخضر بكل المواسم بكل المواسم بكل المواسم من 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 القصائد المهمة عد عد العم بمرو اللطيف العامري قصيدة مواسم ما يهب التأكيد قصيدة مواسم راح نعرج عليها فيما بعد جيد جيد بس أكو فهذه مسألة يعني خلينا نسولف بموضوع أنه ما مستهلك لدى الإعلام بالنسبة لحضرتك أول قصيدة سوى تلطيف العامري حامد تستذكر أجواءها هي طالب محذ الشطرة يعني هي حقيقة يعني وما بها حرب نعم طالب محذ الشطرة أنا جيد يعني تذكر بعد وصارت القصيدة لشنون لشنون صارت القصيدة صارت القصيدة لوجود سلمة بحياتي بحياتك أنت جيد أنا وانكتبة القصيدة وانكتبة القصيدة هي صاحبة الفضل عليك القصيدة الأولى أي جيد شنو كانت الأجواء من قريتها أو في أي مكان قريتها اختبارت بيها بالجمعية سنة 1990 يعني قبل أنت ما صعد منصة لا ولا صعد منصة ولا ندل الشعر بالتسعين جيد أكو قبلها محاولات محاولات كثيرة هاي البائسة أشكتش وانا وأنت أطفال ما أعرف الولد شيء لليبنية الله أشكتش وأنا وأنت أطفال ما أعرف الولد شيء لليبنية إذنني هاي البراءة هاي البراءة بس حامد لا يعني هم قالوا لي أي صالف لنا أول ما أجيت كاظم الركابي رحيم المالكي فايق عب السعدون رحيم الغالبي عفوا الله يرحم رحيم المالكي الله يرحم رحيم الغالبي رحيم الغالبي فايق عب السعدون كامل سواري شاكر خباز هم قالوا لي هذا الشعر هي أسماء قامات أي قامات صالف لي الشعور أول ما أجيت والله هي رهبة بخوف اختبروني بالجمعية نعم برئاسة كاظم ركابي جمعية سنة نعم الراحل قال لي هذا الشعر ابقى اكتبت شي وبقيت والحمد لله وشكر ناخل قصيدة حامد أنا أحبها أنت تحبها بس أنا ما أحبها السبب شبابية وراحت وكتها راح احنا أولا أنت قلت لي روحك خضرة حسا روحي خضرة بس ودوم شنة فقرية وشانت القرية التلمني قرية ميتة بالأحيات وشنة نجاسة فقرنة ونضيفة كنة وين ما يتشابيبات وشان برد الشتاء يقرص بالضلوع وبد شاديش الفقيرة يمرن علينا الليالي الباردات ومن سموم الصيف شنة اللوذ بفيهاي النخل حذر العثوق الداليات وشان ديوان السلف عامر بناسب وبالدلال العامرات وكان من دون الشباب اللي يحب حامد وشكتر كانت الحامد الذكريات ويا عشق حامد عشق ولدي العشاير لو حياته يحبه لو بلاياها مات وكان حامد عده شوفه سلم عيد وبس عليها فكارة دوم وشتتات وشنة اللوذة يعني حامد عشري عيروح بل كنت تجي تترس ما يسلموا لي البنات الله وكبرت القرية الصغيرة وكبر حامد وانقبل البحلة المعاهد وفارق أهله وراح يدرس وفارق هو يسوالف وشاف وادم ما هو وادم مو شهل دل ومضايف وشاف دنيا مقذلة وكلها سفور قبل ما كان لها شايف وصار حامد يستحي يقول لنا بذيك الطوايف وعلى شدها تبال منكب غاء حامد الله 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 وأول حشاية الحشاية حلفاني ما أجيب انطاري سلمة خاف يسمع بيها واحد وصار عنوان التخلف ثبب سلمة بعين حامد وقام يجذب مني واحد وفارق عيون الشرار وصار بارد وقام كل ساعة صارح وحد حامد وصار قاعدة مكتبة واكفات خط لعشك حامد وسلمة تترس ماي وتبدب جدرها وكل خميس عيونها تناشد نماجها وياك حامد الله وحامد ولا شن حامد وسلمة تصبر ويا صبر سلمة على صبر القاعزايد وحامد الحب الجديد يقل في بيوته قصايد وناس تنشد يا حامد أنا حامد وانت حامد وقال قسم بيميت حامد شكرا عمي الله يعزك خدمتك الله يسلمك شلو الفرق بين القصيدة السابقة والقصيدة الحالية السابقة يعني قصدك السبعينية السبعينية نعم السبعينية كانت قصيدة صادقة تعبر عن موقف عن وطن عن انتماء هسا الآن فوضى فوضى هو الشاعر نفسه ما يعرف شريد جيد ما يعرف الجاي يسوي اللوهات خلف الشهرة اللوهات خلف الظهور يعني أفسد الشعر وشعرية هذا يقودنا لسؤال آخر المشهد الشعر يشدون برأيك اليوم؟ فوضى وانا كم أششعرية فوضى عالية يعني أكو تعثر تعثر شديد زين العلاج شنو برأيك؟ ماكو علاج هي كل الفنو انتعرضت لها الهجمة زين السوشال ميديا نقدر نقول سبب؟ سبب رئيسي السوشال ميديا ما استغلوها استغلاس خيح هي وسيلة التواصيل وسيلة الظهور يعني هسا الآن ليس يشوفها مهاويل يتعاركون عليما شعراء يتعاركون شتايم وليل كله شتايم شكوا الشعر مولي لعلك عليما هو شعر جمال شعر جمال شون يعني لك الشعر؟ محبة شعر محبة يعني لك؟ حياتي عايش بدون شعر؟ حياتي الشعر لا ما عايش بدون شعر يعني نقدر نقول الشعر صاحب فضل عليك؟ طبعا لو لشعر منه حضرتك؟ شو منه لطيف ميدي خلق مواطن عاجل والشعر؟ الشعر سواء لطيف العامري هذا السيم المحبوب والناس تحبه؟ هو الشعر يهذب؟ طبعا يعني أكو في بعض الأحيان أنت ممكن تصرف تصرف تستحلي أنه أنت شاعر؟ طبعا تغجيل هوية تصرفات يعني كل شوي حتى من يعني من يسائلك أنه أنت تطيح الخاطر أنه أنت شاعر؟ تطيح حلا عادي تقول لي كيف هي إساءات؟ إنساء لك في يوم والأيام؟ ايه ايه؟ وما أريد أذكرها يعني؟ لا أحسنا مو بصدد الذكر بس أنا قصدي أنه مثلا هو اللي يريد يذم القمر يعني شونه يريد يقول؟ يعني هاي أنا أريد أعرف هاي الإساءة من باب المنافسة؟ ايه هي منافسة حولت الإساءة يا بنافسني والله أصير حسن مني والله العظيم أفرح لك هو أنا قليل القراءة يعني حتى بالأماسي قليل القراءة أنت ما مزاحم واحد ولا مزاحم واحد بحياتك إليه ولا مشترك بمهرجان الرجل مبتعد قاعد بالبيت وساكت الله جاء بنا هاي الفيسبوك والهاي يستغل بهنا والسلام شو بي يقضايز مني؟ صير كانت قصيدة لطيف العامري من الممكن تحرج بعض الشعراء؟ طبعا تستذكر موقف بهذا المواقف؟ لا مواقف ما تستذكر ما تذكر جيد خلينا نرجع في أي موسم من المواسم لطيف يكون أخضر ومنتج قلت لي في أربع مواسم في كل المواسم شونه رأيك نأخذ هاي القصيدة؟ أول مرة شنو تعني لك هاي القصيدة بي صراح؟ هاي القصيدة هي مواسم لا شنو تعني لك من كتبة جو كتابتها حسب معلوماتي عن لطيف العامري أنه ما عنده قصيدة بدون ذكره يعني مو مكتوبة من خيال الشاعر فقط؟ لا لا قصيدة كل الواقعيات يرحم والديك شونه كانت تذكره بهاي القصيدة؟ ما أقل لك ها؟ والله سرية؟ ايه غششني؟ لا ما غشش ما أنا أسميك عمي وكذا؟ وبحسيا والله العظيم أنت بعزولي والله العلي العظيم الله يعزولي بس أكو أشياء ما تقال؟ يعني ممكن شي نقال نمون عليك عمي ونأخذ قصيدة مواسم؟ خدمتكم الله يعزك من علي الزل يمتد الظلام وكان وجوك شمسا تدنو من القلب ويهفط الضباب وتعجبت صافحتني وشفك بشف برد نصين مشنور الشمس وإحنا كل واحد وظلة والمسافة بينظل شفك وشفي وبطول دمعة باشر وضحكة أمس اشتذ قلب روح انحني لك مو مذلة العثق طبعيا مااشي سحفات القلب وش يتقل البرح على تستفيش يدنك يشير الذهب لا ينحبس القصيدة تنجرح تنزف عتاب الشقل يهدوم الخجل تسعى الثرية ومن تشوفك تخجل وتنزل همس والفرح كحلة عروس من غسلة بدمع الرصاص الشقل يهدوم العرس الله غيم الدخان بي ومطرن بروح الظنون القاع مو بس للورد تفرج جنحها وتسجد القطرة تنده انتم الجنحة الثاني للعاقول يكفر بالمطر لو شح عليه ويشير روح الوحد الله الله صافحتني انت يتشفك نزيف سنين عمرك وانا من دمك رسم تو الخريطة وتو اريد اكتب عليها حروف اسمي بيتي عنواني قضيتي شفك بشف برد وتعجبت قبل عيني يغرق بشاطيها دمعي بيك غرقت بالدمع عمر تشلمان دفن بتراب الرفوف وقراني كلي يشعلتك بيه نار انت تكبر بالظلام وانا صغر لك شمع الله والعطش ديارة مشفاف سنين عمره وما شكيته وملقيت قد ان يمك حش مئة سنين عمري يطق ان عمرك نبع يلخذت كل القمر لونه ومشيت وانا خدت الليل لوني القمر لونه لما لما ليه لبيانه هاري ظريشا الله انت مني وشجرة روحي وحبك يمرني مواسم صافحتني بشف خريفك نزعتنا وراقك كلها صافحتني بشف ربيعك مات بيدي وشفك بشف برق وتعجبك الدمع من تنزل ضحك تنزل رخيصة ومن تشب بركان بظنون الندم تنزل ضريح لا تمتجن حك شمع وتقولوا صلبونا قضية ولا تحط روحك مسيح انت اول لافتة الشقيقة تمنثق للشعار زغرتني والحزن بي مشر كبر الضمير بردت اول شرارة بروحي الماء يغطاني من ينطير انا دليتك علي وعلقت ورقة مصيري بين شفينك رسالة ردتك الصافحني وتوصلني لقمل كل فقير ورتك الصافحني وتوصلني شلمة لكل امير صافحتني وشفك الشقيق مصيري وشفك الثاني برد وتحجبت صافحتني وشفك بشفي برد وتحجبت الله 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 يا امه التاريخ منصف اي هو التاريخ شنوه يعني؟ هو حقبة زمنية يصنحها الاشخاص لطيف جيد يعني ليه شو منصف التالي؟ شراح يقول عنك؟ ماذي؟ من وجهة نظرك؟ لا ما 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 ازم ما ازم ما ازم هم يجون الوراي يحجون لا هسا هنان اللي جاي تسمعه والله اللي جاي تسمعه اخوش كلام؟ جيد من الممكن يكثر نفسه يطوخ ينمحي شنو وجهة نظرك؟ ما اعرف بعد الاحداث ما ما اخمنها بس انت انت الشخص الرئيسي بتاريخك؟ اي انا انا تاريخ احتز بي انا كنطيف العامري الشعري احتز بي جدا لو رجع بيك الزمن ممكن تلغي قصيدة؟ لا لا قصايدة مثل بناتي ما اقدر غيره اعز واحدة من بناتك؟ كنين صغيرهم حتى يكبروك ومريضهم حتى يشفى الله هيها ما متندم على اي قصيدة؟ لا اكثر قصيدة تبعث بداخلك الفخر؟ كلهم بالله يعني ماكو مفاضلة؟ لا ماكو مفاضلة شون تفاضل بين بناتك يعني؟ عدي اربع بنات أنا شون يفاضل بناتك؟ الله يحفظها ان شاء الله يعني ما مروة مثل طيبة مثل غجوة مثل فاطمة الله يحفظهم جميعا الله يعزم الله يخلي شونك من الانتظار؟ اجيد الانتظار تحبه؟ احبه احبه ويا خلنا اخذ فاصل الله يعزم مشاهدين الاكارم فاصل ونعود اليكم مشاهدين الاكارم عندنا وياكم مع الكبير لطيف العامري حياك الله مرة ثانية عمي حياك الله الله يعزك عمي شنو مشكلتك والعلام؟ ما عندي مشكلة لا انت ما تطلع بالعلام؟ لا لا اصلح الإعلام السبب؟ سبب ارخصني ها يعني هو اكو سبب بس ما تريد ان تبوه عني؟ ايه ماذا يعني انا بعيد عن الإعلام يعني يمكن كل لقاءاتك التلفزيونيين عدا؟ ايه ما اكو اللقاءين عدي لقاء هذا ولقاءه عباس عبد الحسن لا او اكو قديم قديم بالجنوبيون وعلي شيال علي شيال ايه بس هذا ايه وهو يندق بابك وهو يكلش زين هذا خليني شوية يعني افعل عنصر الاعتزاز شون سبب قبلت الدعوة؟ لا احبك والله العلي يعني يعني لو معالي المنصوري؟ لا ما اقبل اها والله زينب رأيك مو من حق الناس تسمع هذا النتاج؟ سمع الناس بيها طريقة؟ سمع بطريقة بطرق كثيرة وحدة منهن؟ الفيسبوك مو هي مو بالمعلوم ان هون راح الناس كلها راح تشوف صفحتك هاي شا بعد لو هي وجهة نظرك؟ من واحد الواحد يوصل الشيء بس بطريقة بطيئة خلي ما مستعجلين؟ لا شاعدنا التاريخ منصف؟ منصف منصف جدا احنا قلنا هذا السؤال بشق اخر ما راح يظلم ولا شاعر؟ لا ما يظلم يعني هذه قاعدة بدون شواذ؟ لا بدون شواذ هذا هو كل منطين تبخده هذا التاليخ زيان زيان وشين شين؟ ايه الشعر اعذبه اصدقه ولا اعذبه اكذبه؟ لا اعذبه اصدقه اكذبه بالتشبيه مني تقول لحبيبتك تشنج قمر مثلا نعم هذا ستشنج قمر هي تشذب بس هي الجملة عذبة الها طبعا هذا الاعذبه اهنا احنا فهمنا غلط للاعذبه نعم مين اعذبه؟ شون اعذبه؟ بالتشبيه بالتشبيه صح الممكن شنو دور المرأة بقصيدتك؟ اه هي قصيدتك للمرأة؟ انت مناصر للمرأة ها؟ مناصر ايه ايه زين خلينا نسولف بهذا الموضوع شوية المرأة بالشرق الاوسط او المرأة الشرقية اكو مظلومية الها بسبب العادات التقاليد الظروف البيئة كذا ها سا وين اكو عادات وين اكو تقاليد انتهت هاي قبل قبل كانت المرأة مطهدة يعني هسا الغالي ابطهاد على المرأة؟ تقريبا يعني حتى بعشاير نهسة مو ذاك للطهات هم المرأة متحررة وقامت تعي وتفتيم تدريك وطالب حقها كان المطهدات كان ينامنا بتبنهن والله والله العظيم تقدم نص صبح تترس ماي من الشريعة تحيش وتترس ماي وترجع وترجع للبيئة تنظف ويبسطونها الرجل والعمة والله والله وهي ساكتة ساكت هاي السماك ترضخ للأمر الواقع اي انت شعرك مناصر لهاي طبعا طبعا يعني انت رافض هاي الموضوع جملتن وتفصيله كاين حي هذا ليش سيلا ليش تذي اه اطراقت الموضوع انه حضرتك خريج معهد اي معهد شنو فني شطرة شو الاقتصاصك كان ادارة مخازن ادارة مخازن المخزون الثقافي منين من القراءة منين تبدأت عندك القراءة بالمتوسطة يعني تقريبا ثاني ثالث اي يعني بعدك صغير صغيري منه كان الدافع يعني صديق لي وياي بالمتوسطة وشان عدي مكتبة عدي اخو وياك بالثاني اي نعم وياي طالب جيد شان عدي اخو مكتبة هو يقرأ فهو جابني ومن ذاك اليوم بلشت اي هذا هو سبب انه الى تأثير داخل القصيدة طبعا صار لك 35 سنة شاعر اي يمتد تتعب ما اتعب اموت اذا اتعب نشعر بالشي اموت اخر مرة كتبت قبل شو يعني 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 قبل سنة هيتشي لا سبوع صديق والله والله اخر 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 قصيدة لا اخر هذا واي الاشياء الليلة هي القصيدة دائما تجي يعني الشعر بالنسبة اليك مرافق جدا اي وليد 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 هاي الشعور زي شنو مسألة الامغاسل وشنو مدى تأثيرها بحياتك شنو مدى تأثير اول مرة هاي القصيدة بحياتك المغاسل هذه كارثة كارثة انسانية من انتقل المستشفى مالناصرية انتقل المستشفى صدام السلح حسين عائلة سكنت بالمغاسل بس لحظة هاي التاريخ يمتها هاي مع القصيدة التاريخ التسعينات ها جيد 93-94 جيد عائلة سكنت بالمغاسل طبعا هاي ترافقها دعايات هذا مسكون ومدشون يعني بس هي العائلة سكنت ما عدهم مكان سكنت بالمغاسل وجارعين شجرة كالف توز بالباب بدت تسلاق وتنمو فانا كنت اشتغل صانع في قهوة والجمعية عشرة طريقة عليهم يومية اروح امارس اشياء الليلية بالليل طريقة عليهم اروح وارجح اقعد يوم قبالهم واصفن شون ليشتش الى ان كتبت القصيدة الى تاحيت شلو كانت القصيدة الكابوس الله 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 اين ناخذه 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 صيل الريح الشجقة كل اذن طرشة عواصف والمطر مجنون واحنا زقوفنا وردات من يثقل عليها الندة تقوم تخل صيل الريح شجقة كل اذن طرشة شجقة كل اذن طرشة شجقة كل اذن طرشة عواصف والمطر مجنون وحنا وحنا زقوفنا وردات من يثقل عليها الندة تقوم تخر صيل الريح دوية صافرة انذار بول هدوة الغبشة الزواج على المناير غافلة وتفر صهيل الريح ما قصر اجاب راهيم باسماعيل ما جرت ما جرتنا مسيره وغربتها بكبشة ووقفنا بلا كبش ننحر صهيل الريح وعيون مغارة وخد صخرة موت وشفاف جرق مبحوح بها الصوت وضنوني قلم يسجد تشلمة موت يكتب عسة هاير موت يكتب عالمنا هاير موت يكتب وين ما يلقوا رقب الدنيا يحيى الموت يحيى الموت لالليل اليمر كابوس بكلشي الاشوفة وغلفه بتابوت زفة تمر اشوف الزفة بالتابوت عيدي يمر اشوف العيد بالتابوت القمر والقاع والنجمات تمر بعيني كلها بغلفها بتابوت يحيى الموت لالليل اليمر كابوس اشوف شفاف ورد الجوري بصفرة الله وشوف الناس كلها قبور كل من يركض القبرة وشوف ايوب شاير راية استسلام تشيشح هنا في الصبر وشوف البسمة دمعة ميت يا كابوس ليلي المنا ما في الزيت اللي انا اطلع اشوف المقبرة الدنياه وارجع للمغيس البيت الله 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 من الممكن ناخذ يجي كم سؤال شخصي ايه؟ حضرتك يا مواليد ستة وستين انت ما تخاف المواليدة؟ لا خريح؟ مواليدي ستة وستين للملأ للعراق للعالم كله بفخر واعتزاز بفخر واعتزاز مواليد ستة وستين ومن يم تبلش بهذا الشيء؟ لا هذا الشيء مبكر مبكر؟ ايه ما يوم صبغت؟ لا ما أصبغ ليش؟ ما أصبغ شعر وأقول لك أنا شاب أنا جيتك بسمة من آخر مسامات العذاب النار صبغة بعدين هذا شعر رأس مالي هذا يعني هو التعب؟ لا هذا الفضي الشعر الفضي ها ايه يقول لو شاب رأس المرء او قل ماله ليس له في ودهن نصيبه لا هذا الكلام سابقا؟ لا اخو قبل قبل الثورة واليوم؟ لا هذا اليوم هو الشعر الفضي هذا هو القبزة صديق والله والله العظيم ايه ايه اه انت معشوق من من؟ من الكل وانت عاشق لمن؟ لامرأة واحدة واحدة من الممكن ياخذ مكانها واحد؟ لا موجودة لو من الخيال؟ لا موجودة انا بخبرها وتحب هذا الاخبار انت؟ ايه يعني لك ها؟ ايه المشاكسات لطيفة طبعا يعني مو حلو يقولون الحياة بلا مر مر تتفق؟ ايه مو حلو الحياة دائما حلوة 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 صاح الوباتة ايه ما يعني لازبك ومشاكسات لازم بيها لازم بيها طابة بيها عركة بيها خوسة بيها ربدة ايه؟ من اللي غارون عليك؟ ايه وشون تتعاملوا يهاي الغيرة؟ ها بعدها تتحملها برأيك من وجهة نظرك مو من وجهة نظرها؟ من وجهة نظرك الغيرة مبررة؟ ايه اريد استذكرلك كم اسم؟ ايه ايه اريد فكم اصوره رسمية اكتر 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 الله يا ازك نظفر النواب مدرسة هو المدرسة الوحيدة بالشعر الشعبي وهي الآراء اللي تقال من هنا وهنا ما عليك بي الآراء عليها ضريبة شنو تعريفك للمدرسة المدرسة لغة مكان الدرس لطيف الجميع متفق على هذا الكلام اصطلاحا نقول فلان مدرسة لأنه جاء بجديد لم يأتي بجديد بالشعر الشعبي إلا مضفه من حيث القالب أو من حيث المحتوى من حيث المحتوى القالب من وجهة نظرك بس مضفر كامل سواري هذا توامل روح الله يرحمه أكو لقطة عندك إذا تسمح لي أضوح بيها تسمح لي أنا يعني أعقد أبنك لأنه أتمنى أقول للي هي قمة بالأدب براحبك إنه صديقة كنت من تتعامل ويا تتعامل ويا كأب بحيث حتى تتبو سيده والله العظيم أبو سيد كامل سواري والله العلي العظيم أبو سيده من ألاقيه من نفترق نتشم يوم ونشوف أجي أبو سيد هو مواليد والدي مواليد 49 أبو 48 بصديقي وبالمناسبة كل أصدقائي كباران شياب زين فقده شنو سواله فقده هدمني دفن تبيدي كامل سواري آخر من ناوش هدي الدفن أنا وجيت مخذول يعني تماما عريان السيد خلف ملح الشعر الشعبي القصيدة بلا عريان لا تصلح إلا لمرضة الضغط يعني ملح الشعر الشعبي عريان السيد خلف عطق ميس السيد الله أبو سعد رحمة الله يا روح ليه وين وديتني ذكريات كل واحد يم ذكريات أي بن بنما القصيدة لا يضاهر ما إجه مثله ولا راح يجي مثله نعتبر تصريح أي عطا السعيدي هكذا قال لطيف العامل عن الشاعر عطق ميس السعيدي بنما القصيدة لا إجه مثله ولا راح يجي مثله البناء ما القصيد حرمل والقرنفل بالسواد إخوان بس هاقي الفرق ما بين وحي وجوه من لقطة الشفايف دون ما تفسير عرف اللعنة واللعان والملعون شين الحجاب رغم أكو اختلاف بنوعية الكتابة بينك وبين عطاك ما لا علاقة الجمال جمال 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 وين ما كان من يقول لك أنا أحبس العمود لا لا أقصد أنه نوعية الكتابة لا 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 ما لا علاقة هذا شعر حيوي هو هو أعتقد اللي الشاعر أو الفنان يحب أي شيء جميل من الممكن أن تحب لوحة طبعا وردة كتبت نوع غير القصيدة نوع من الشعر غير القصيدة زهيري دارمي أبوذية ما يعني أبوذية ما كان ولا وحدة ولا وحدة موال موالي كان نسمع هذا تستذكر يا من شبيه البدر جل الذي جام لك وسعيد حظة الحظة بشلمة فرح جام لك أشقر جموح الأصل ما يرهم الجام لك الجام لك غلطان كل من يفكر لك في حط الجام يا من عيائك ذهب من نسل أصلك جام بالك تقاطب حصو لو كان بيتك جام واعلم إذا تنقطب فهم تنكسر جام لك الله 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 آخر يا صاح من عشرتك حتى العقل جنلي يا صاح من عشرتك حتى العقل جنلي خلبصت غزل العمر محا تفزع جنلي من غير شوف التقي منك صرت جن اللي ومرعوب كل العمر كل من عرف جن له والقلب منك ثمر صد وهجر جن له أيوب لما صبر ربك جعل جنة لو أنا صبرت لك دهر شو ما شو بتجنة دي الله اصبروا يا نها بناخد فاصل يا مشاهدين الأكارم فاصل ونعود إليكم مشاهدين الأكارم وصلنا إياكم للبارت الأخير من حلقة هذا اليوم مع الكبير لطيف العمري خفت عمناك عمري لا بلعكس الله يعزك أفد والله الشعر سبب مرضك لو سبب شفائك لا سبب شفائي الشعر ما يمرض أنا تمرضت لحالة خاصة صارت حدي بالبيت ونجلطت ومن اللي دي آواك الشعر علجك يعني أنا شن شجاع بمقاومته لأن شعر هو الشعر لازم يكون شجاع أي فارس فارس زين واللي مناهض لهذا يعني معناها مشاعر شنو رأيك يعني ها أنا طهت القاعدة العامة وليس شوني فسروا وليس شوني فسروا خي فسروا الباب من يندك أمشط خاف أنت هاي جملة بشي عن الشهيد عن زوجة الشهيد زوجة الشهيد تخاطب الشهيد أغلبنا كتب عن المرأة أحب أن تشوف الشوء هاي أذني مالاتنا نعم اللي كتبوا بلسان المرأة قليلين يعني صعب أنت تقمص دور المرأة وتكتب مكانها أنا كتبت القصيدة أيضا من أرض الواقع هاي هالقصيدة بتشبتك هاي بتشيت كتبتها بدموع والله يعني كتبتها وشنت منهار والله والله العلي العظيم نقدر نسمحها أي يا رأت والله يعني هي ليلة إجازتي كانت تنتظره بكل أنوتتها ولكن في بكل أنوتتها ولكن في ليلة إجازتي وعركت وعركت كل صفنا بيه وكل ما سام انتظرتك يلمشتهاتك عيب أسولي في حال غيرك يا يا أنت الباب من يندق مشت خافاً أنت القمر من يكمل أقولاً هذا أنت أنت كل شيء في حياتي حتى من واحدة أصلي التربو أنت جاهل وما عرف غيرك الله وانتظرتك وفات يوم على الإجازة وما أجيت وآنا نتي امتانية بكل شوق يجيتك حضرتهم أصبع أصبع شفة شفة حلمة حلمة آخ لو ما أستحي شاهل هلية تجيتك في لسان نتي امتانية ادقبابها بشف مشتيها حيل مثل شفاف خرج فن عليك ريحت البسطة العنبر للنسائق وشوفت البيارية بوسة ريحت البسطال ريحت البسطال عن بر النتاية وشوفت البيارية بوسة ومشطيت وباب تندك وانا وهدوم الخفيفة فرفحينة ها أجيت قولت تحضنك وكان نجوم العلم والناس والأنت شهيد الله وطاحت من النهود دمعة بللت حتى الخجل بهدوم نومي وعاندت الشفة ذيج اتشانت امتانيتك تبلي العطشة وعاتبيتك وصارت البوسة نعاود وصارت البوسة نعاود نعاود ما منتل للنظام اكيد الضايقات يعني اتعرضت المضايقات يعني هس مجاهدين كانوا يضايقوني لا والله والله كانوا يجيبوننا مسجلات مسجل صغير خلونا علم نصة من نقرة وبدونا الاميسة الفرع هس مجاهد هم كانوا شعراء يكتبون قصائد ويخلونها في ظروف القائد الضرورة ايه انت ما كتبت لا وحتى لو يرجع بيك الزمن ويرجع الزمن ما تكتب ما كتب شاعر ما يستر تابع للنظام يعني هو مو بزاك النظام حتى هذا انا هم ما كاتب له شاعر تأدلج غزيستك علي من شنو من الممكن تنصح بي شاعر انصح شاعر شاعر يكتب للشعر يكتب للجمال يكتب للإنسان يكتب للوطن للعراق هذا العظيم لا يكتب الحزب يمتب يشيط على العراق دوما بشاع العراق آخر مرة دوما بشاع العراق والله يعني العراق هستور عيبتش تحبه يعني يعني بس اريد اريد افهم هذا الكلام لو المشاعر الحقيقية الصادقة لا المشاعر الحقيقية الصادقة والله انا مريض بالعراق الفرات يصير شاعر من يمر بالناصر هاي الجملة سبت لك مشكلة اصيق فهمها وشتموني اهل الديوانية هوية يعني جزاهم الله يعني خير هم الصوروا الفرات اقصد الديوانية وهاي مناطق الفرات الاوسط لا قسم ماذا اقول الديوانية وبها جبار سمير وبها صاحب الظواري وبها السماويين شاكر وعزيز ماذا تهجم على الديوانية مدينة الديوانية مدينة جبار سمير صديقي اخوي انا قصدت الفرات من يدخل لمنطقتنا للناصرية بيوت الشعراء اغلبها على الفرات بيت رشيد مجيد جميل حيدر الله يرحمهم ذولك كبار الشعراء نعم حمد الحمدي يعني اكثر الشعراء اغلب الشعراء بيوت كمال السعدون الله يرحمه كلما مرضت رجولتنا مررناها بغرفة نحاش الطط بيت عشر حتى الفرات يصير شعر من يومي بالناصرية جماعة يفهموها وشتغلون شيء تايم منها يتري تبقى اترك انت مان تستهل واحد يشتر بالعباس مضحك كيف يصير بصراحة اذا ممكن ابن الناصرية يا محافظة تختار تكون ابنها الناصرية ايضا اي 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 شنو تعني لك ذيقار ذيقار امي تشتاقلها اشتاقلها اشتاقلها هواية شنو سبب حبك لها هي تنحب المدينة تنحب بناسها بناسها بترابها بترابها بكل شيء بشاطها ببساطينها بنخيلها مني جينا بالطريق سولة فتلي سالفة قلتلي مني حطينا بيت جديد الناس تجيبنا رطب وهذا حاوينه وكذا بيعتبارك انه انت لطيف العامري اي شلت من بيت حطيت ملبساتين نعم مزيناوية فيجيبو لنا رطب جيرانهم الجدد الله والله وانا جار وحيد يعني ما يمي جيران من تجيئة هاي الروح بصراحة بلش تنفقت اي تحسسك بمحنة طبعا طبعا تحسك بمحنة تحسك بآدميتك تحس انت آدمي بيش لحظة انت ممنون منين من امي ذيقار لول ام الحقيقية لا ام الحقيقية لا من ذيقار بلا من تين وعداء بس امي الحقيقية ام لطيف الله يرحمها الله يرحم الله يرحمها عندك عتبة بداخلك في يوم الهام اذا شفت واحد تعاتبة لا اي واحد لا حتى اذا واحد سائلك لا يعني انا لسيلي اسكت عنه شنو ممكن تتخذ موقف اذا واحد ساءلك ادرج عنه اتجاوز تشكل القصيدة اي طبعا كاتب هجاء لا لان الهجاء ربما انت وصاحب الهجاء تتراضون في اليوم هاي القصيدة وين تروح الله وجهة نظر لطيفة اي يعني قد يكون انت في اليوم اليوم اقتلفته باشر عقبة بعد سنة سنتين اتراضيته الهجاء وين توديه شون تواجه به تؤمن انه من الممكن الهواية يصير مكسب مادي لا ما تؤمن لا معا ولا ارتزاق بالشعر زيني اقول لي ما عنده صار ما عنده منفذ او باب يترزق من عنده غير الشعر مو شعر ما يترزق من الشعر ايه ما يترزق من الشعر ما يترزق من الشعر هو شنشغله قبل الشعر يروح يشتغل الشعر هواية الشعر رسالة تعرف جيد عدد الشعراء الشعبين بالعراق ها تعرف جيد عدد الشعراء الشعبين بالعراق لا يقال ثمانتالاف ماذا دعوة هتشعراء شعراء لا عسانة جايشولف على الهويات لا الهويات الهويات تدفع خمسين ألف يطلونك هوية بدون اختبار بدون اختبار وبدون كرشي جيب خمسين ألف باشرطي يبوشوني يبوشوني ويطلونك من حيا ياخذون من همية زين اذا انت عندك سلطة على هذا الموضوع شنو القرار تسوي اواحد جمعيات اسوي جمعي واحد ثاني قرار ان تشتغر تشتغر صح اكون رقيب على القصيدة طبعا هاي هاي جاي نشوفها بالسوشل ميديا ما تسمونها هاي الفيسبوك كلها طرد جاي يصيرون على الشعراء برايك عالف كافي وسبعة الاف تطرد اي هم ما تطرد السبعة الاف شي سبعت ما انا يتحاركون الليل كله بس يتحاركون ويشاتمون ويفاشرون واحد في الشرع الثاني هذا الفيسبوك عدك وشوف خجلان من هذا التصرور طبعا والله العظيم تستحن وبالتقول انا شعر شعب في يوم اليام تعاتبت انت لطيف العامل يا بي شن هذول هجي سوون باعتبار انه انت نفس المعترك هما كنا ستعاتب لطيف العامل شل علاقة بيهم كلها شامنك راح انا ما ما ذول اللي يتعاركون ثنين ثنين هم محظورهم اها والله العلاحق والعلاباط العلاحق والعلاباط بياسنة تقريبا انكتبت قصيدة المقبرة المقبرة ايه المقبرة ما اللي اللي انت انت جاي لزور اعتقد ميت من الموتور ها 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 حديثة مو اي حديثة اي يعني ياريت تستذكر لنا السالفة تقريبا بين 17 و 18 2017 و 18 ايه بالمقبرة انا كثير ذهاب للمقبرة هم العراقيين ايه فاقدين ايه فاقدين فشفت ابنية ثلاثينية فوق الثلاثينية حافية لابسة جواريب الله ورايحة القبر بس رايحة مو الزورة رايحة تحاكي عزة سالفة مهتمة بالمشي تمشي ما لشون يعني وظيتها غريبة قلت انه مجدوها تبال اه مجدوها تبال رحمة الله والدي وتمشي سريع خطفتني وانت قاعد مجدوها اصاف يعني الى عن توارد تختفت بين الباب تخيلت الموقف انه رايحة تزوجها يعني نعم ورايحة تشتكيله الله والله فاكتبت تكتبت عليها قصيدة ماذا تقول القصيدة تقول ما يذكرون الرمل اذكر حسبتي ترملت وما يقول النون على ما يطفوفهم انا رش الماء ورد ينباب قبرك انت طفل وحدك متخالط بينه مدر رمر المقبرة راعي ويحزني مدر أنا الأرملة ضعت برمو الدنيا ظلمة وكانت القمر دمعتي وعدمو اتمايزيتك قبرك اندلة اشكتر نام على صدري الله اشكتر عظ شفاي في ايام الاجازة القبر لوين عام عظ عظة وقال اشكتر ما يالورد وشع البخور الريحة طيبة وروحة شاغة غير كون تقوم تشرب ما يروحي ودمعه ويطر الفجر وانا نزف اروح على قبرك مدر اذهن مدر آنة مدر مديد على انهود وعصرك اكفر بكل طلقة ثارت واكفر بكل حرب دارت بيا حرقة الشهريار الماعرف طعم الدفو بفراشيتي ورمالوني الله 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 يمتى يعني نشوف القصائد خالية من الحزن لا ماكو خاصية خالية من الحزن ما راح تلقي يعني فالطلب عقيم ايه منين نجيب احنا منين نجيب فرح من الممكن الشاعر يغير يغير وجهة وجهة نظر شعب ايه ممكن ممكن شاعر شاعر حقيقي لحد الان متحقق لو بعده يعني شاعرات السبعينين غيروا وهي وشا تظهر بالسبعينات القصيدة كانت لها دور كانت الناس تروح تسمع شعر من اجل موقف موقف هي كانت قصيدة موقف قصيدة معبرة قصيدة مليانة ثورية ومليانة روح ومليانة عطاء ومليانة حب للوطن للوطن طبعا المشكلة وين حاليا بالشعر بالشعراء بالشعراء وبكثرتهم وبحب الظهور واستسار الشعر اي واحدة ساسر شعر مهنة من لا مهنة له الله والله اي واحدة سيجب اكتب لتثبي وانتصار شعر متى افتخرت انت شعر ما افتخرت انا لحظة هذه اللحظة ما افتخر بعد بي يعني اقصد في مكان معين هذا لطيف العامري هذا لطيف العامري هاي ما هما الاخرين يقولوا اي ما تحس حلوة طبعا حلوة طبعا حلوة طبعا حلوة قصيدة صفقة الروحك عليها المباهرة وقصيدة بتشيط عليها ذكريات بتشيط لان كتبت بتشيط الله 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 بشي الرجال معيب لا حتى لو قدام الملأ لا يقول عندي مشاعر شكو بيه وقع سامن البشي لا والله والله العظيم لا عندي مشاعر شكو بيه يعني وين المشكلة وين انا غير انسان غير بشر اضوج وافراح طبعا انا كثير البكاء اها والله والله العظيم بس انا بصراحة اشوفك رجل ايجابي ايجابي جدا يعني انه من لحظة اليأس هي تخلق لحظة تفاول طبعا لازم تنتصر على حزنك جوع كافر ايه وانا اللي تذبح اذبح الجوع شون هي شون الجوع كافر وانا اللي تذبح الجوع ولو ذبحني الكافر اسمه شهيد شاشريت لو شهيد لهم سلب شي خطير حالوسط ماكو بلدنا الكل تصيح في سبيل الله موتو وانا واحد الارض عيش في سبيل الله خلونا عيش على رب العايشين الله لو رب موتش هصارت قيامة الى آخري يعني حقيقة عمي ما ما تكفي الحلقة كلش كان لا بالنسبة انك يعني انا حاورك وهو من الاعداد انه يعني يا شر المخرج خلص الوقت خلص الوقت هذا شكرا لك شكرا لكم شكرا لذيقار والمعطاء الله يعزيك ووفق على لطيف العامري وعلى شعرائها وعلى ناسها وعلى جميعهم شكرا لك وشكرا لقناة الأيام آخر كلمة ما تحب تقولها لسيد المشاهد وشكرا للكادر هذا الجميل العظيم الواقفة الكاميرات وللسيد المخريج شكرا لناس اللي راح يشاهدون الحلقة محبة وشوق وعزائي المشاهدين واتمنى ان تنخفاف فضل عليكم وما تعبناكم شكرا لك عمي الله يعزيك واسفي المرة ثانية خاف تعبناك الله يعزيك لكن حقيقة سعيدين جدا بإدارة هذه الحلقة الله يعزيك مشاهدين الأكارم وصلنا إياكم لختام حلقة هذا اليوم شكرا جزيلا لكم وفي أمان الله كان في الإعداد والتقديم أخوكم علي المنصوري المترجمات هي رقماتي المترجمات لكثير من الهيئة شكرا لكم اشتركوا في القناة